اشتركوا في القناة رئيس جامعة سهاج يصرح قرارات الرئيس السيسي جاءت لتخفيف العبء على العاملين ويسمن استجابته الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني طلاب جامعة سهاج تطالب الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الانجازات خلال ندوة التحديات التي تواجه مصر بحضور الاعلامي مصطفى بكري رئيس جامعة سهاج يتبع بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى بالمدن الجامعية رئيس جامعة سهاج يوجه عددا من المهام العاجلة للقيادات الجديدة للمستشفيات الجامعية النعماني يصرح زيادة أعداد السباة العناية المركزة بمستشفى سهاج الجامعية لاستعاب الأعداد المتزايدة للمرضى رئيس جامعة سهاج يطمئن على الوضع الصحي لأسرة العقيد محمد هاني بالقوات المسلحة ويؤكد استقرار حالتهم الصحية مركز نور البصيرة لزوي الإعاقة بجامعة سهاج يحتفل باليوم العالمي للسمي ولغة الإشارة رئيس جامعة سهاج يصرح مستشفى شفاء الأطفال صرح طبي عملاق يضاف للمستشفيات الجامعية قريبا النعماني يترأس اجتماع إدارة الشؤون القانونية ويهنأ المستشار محمد ضياء لتعيينه مستشارا قانونيا لجامعة سهاج لدعم المواهب وأصحاب الحرف التراثية جامعة سهاج تشارك في تنفيذ مشروع سهاج بلد الثقافة والفنون رئيس جامعة سهاج ينعي الصحفي القدير حربي عبدالهادي نائب رئيس تحرير الجمهورية ومدير مكتبها بسهاج تكليف 35 معيدا جديدا بكلية طب سهاج رئيس جامعة سهاج يستقبل لبنة بالأعلى للجامعات لتفعيل برنامجي تكنولوجيا الزراع البحمية والهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سهاج ينظم برنامج تدريبي عن طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية رئيس جامعة سهاج خلال جولته لتفقد المنشآت الجديدة دخول عددا من المباني التعليمية الخدمة مع بداية العام الجديد للقضاء على قوائم الانتظار شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية بمستشفى سهاج الجامعي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه جامعة سهاج تعقد اجتماعا تحضيريا استعدادا للتقديم في التصنيف الدولي للجامعات الخضراء المستدامة النعماني يصدر قرارا تنفيذيا بشأن إجراء بعض التعديلات بالهيكل التنظيمي لكلية التربية الرياضية بجامعة سهاج ترجمة نانسي قنقر